تسأل تقول بالنسبة للشخص الذي يموت بالبرق هل يكون شهيدا تهاني بارك الله فيك صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحاب ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد قال إذن شهد أمتي قليل ثم ذكر مجموعة من الشهداء من جملتهم من يموت حرقا فالمحروق هذا الذي يموت بالحرق شهيد وبالنسبة للبرق لا شك بأنه إذا أصاب إنسانا فإن وقعه أشد من وقع الكهرباء هذه وأشد من وقع الحريق مثلا على الإنسان فأرجو الله تعالى أن يجعل كل من أصيب بصاعق من البرق مثلا أن يكون شهيدا بإذن الله جل وعلا ذلك أن البرق كما ذكرت من حيث شدته وقوة إصابته أقوى من النار أقوى من هذه الكهرباء أرجو الله تعالى أن يجعل كل من مات بالبرق شهيدا